تستمر حملة الفصائل المحلية في مدينة جاسم بريف درعا ضد خلايا وعناصر تنظيم الدولة بالكشف عن ارتباط التنظيم بعمليات اغتيال سابقة في المحافظة عمليات كان كثيرا منها قد نسب الى مجهولين اخر ما عثرت عليه الفصائل المحلية داخل مزرعة القيادي في تنظيم الدولة المدعو عبد الرحمن العراقي قبل تفجيرها سيارة تعود للشاب فايز عبد اللطيف الرفاعي الذي قتل والقيت جثته بالقرب من سد الشيخ مسكين وذلك مطلع تشرين الاول الجاري بحسب شبكة درعا 24 مئة عنصر بينهم قياديون قتل واعتقل منهم عشرون حتى الان دخلوا المدينة عقب سيطرة النظام عليها عام 2018 وشكلوا ما يسمونها المحكمة الشرعية للبت بتصفية شخصيات مؤثرة بلغ عددها خمسون شخصا معظمهم معارضون للنظام ويلعبون دورا توعويا وتنظيميا في المدينة بحسب تجمع احرار حوران الذي اضاف ان بعض قادة التنظيم الذين تم القاء القبض عليهم يرتبطون بشكل مباشر مع لؤي العلي رئيس فرع الامن العسكري التابع للنظام ثبوتيات لشخصية مزورة واموال لشراء العقارات والولاءات وغيرها من الادوات اعلنت الفصائل المحلية العثور عليها في مقرات التنظيم التي تبعد امتارا عن حواجز ونقاط النظام المنتشر في المدينة بحسب مصادر محلية لحلب اليوم ليست جاسم وحدها التي يحاول التنظيم التغلغل فيها فعقب سيطرة النظام على مناطق ما كان يسمى بجيش خالد المرتبط بتنظيم الدولة لم يخرج عناصره الى الشمال السوري لينتشر الكثير منهم في قرى المحافظة التي سيطر عليها النظام بحسب احرار حوران الذي اشار الى توجه العناصر نحو اي منطقة ينوي النظام دخولها ينتفض الاهالي ضد نشاط التنظيم في بلدهم بينما يقف النظام متفرجا لما يحصل في المدينة التي هدد باقتحامها سابقا متذرعا بوجود ما اسماهم الارهابيين تقول الفصائل المحلية انها لم تراهم الا عقب سيطرة النظام على مناطقهم